السلام عليكم أحبابي معكم راويم هدي في قصة جديدة أخبرت عليكم هذه الأيامات صراحة ما عندي شيء مبرر من غير أنه اليوم والبارح كان عندي شيء مسائل إدارية مهمة بزاف كان خصني نقضيها سنسمع جميع القصة دي للسيد هذا والأحداث ديالها صراحة أنا وقفت رباتي بدي تنشوف تنقول واشتش باقي كي يدربط طريقة هدي واشتش هذا باقي كي يوقع لا حول ولا قوتي لا بالله المهمة أنا أعود لكم التفاصيل كاملة إلى هذه اللحظة هدي كتبلكت الصورة وعندك واحد من هذه المشاكل اللي كتعني منها ما عليك إلا توصل معنا على الحل ديالك كين أتأكد أنك مشترك في القناة خلي معك واحد لايك وواحد تعليق زوين بحالك ويلا سمعوا القيصة واحد النار كنت معروض لواحد العرس ومشيت مع الوالدة والوالد وواحد الأخت ديالي مشي نالدك العرس كانت الأجواء زوينة وكانوا الناس يعني كان العرس في القاعة وكان ذاك اللي دير العرس يعني بغيبان على عباد الله يعني الأجواء كانت شوية شوية غالية بزاف وتان الناس اللي جاوي يعني من واحد طبقا اللي تبارك الله ويتجعيني في واحد البنت ومن اللي جا تعيني في هديك البنت تم بدأت هاد القيصة اللي غادي نعود لكم دابا أنا اسمتي عثمان وهدي هي القيصة دي اللي مع السيدة دي اللي غادي نسميها لمياء أنا ولمياء وقع هاداك الفلاش بناتنا أنا نشتحت مع الدراري هما كيشتحوا مع البنات لك الدورة اللي كان دور كتشوف فيها كنشوف فيها عجبتني وعجبتها حاولنا أنا ننضيروا إشارات باش أنا ننهضروا مع بعدياتنا تلاقينا وخرجنا البرا وبدينا كنهضروا تبارك الله كتعرفيت شتحيت أنت تبارك الله شكنت من انتي من انت من انت تتعارفنا مع بعدياتنا وتبادلنا الأرقام ديالنا ومن خلال ذاك الشوفات ديالها بان بأنني عجبتها بزاف أنا عدرت ما قلت لك عن طريقة النتياتة أو ما منها الائلة ولكن هذه هي السيد اللي كان ديرلع اسمها الائلة ديالي ولكني أنا منها أئلة العروسة وبقى هنا كنضحكو وكنتعارفو أنا رأيت جينيك هذا وأنا رأيت عريس كي جينيك هذا هذا هو الحوار الأولي اللي بدأني مع المياه أنا رأيتنا قصة في حالتي قسمت مع الوالدة والوالد وقدت للوالد لو وقيت لها ذكرت على العروسة بديت نوريها الوالدة الوالدة مشاتل عندهم الطبلة ركما عارفين مخابرات تقصد البحث ديالها بشاتت جلسات معهم في طبلة وجابت لي الخبيرة فعلا هذو كل الناس من لائلة ديال العروسة وناس زيما يعني حاسين براسهم وكذا و البروتوكول إلا أنا كاستيدي وقيت نهضر عنه لمياء في التليفون أنا ديكسال اللي عرفت لمياء فيها يعني كنت إنسان خدام بضاري كنت في واحد المجالي عنده علاقة بااااااااااااا لديه علاقة بالقسيصات وكذاكي تسبداري بطول موبيلتي أخرى يعني كنا عرف اللبس الكرباطات أخرى كاللبس مزيان بأخفان ديالي يعني ما كان خصني حتى شي خير من غير واحد المشكلة اللي سنقوله لكم في هذه القصة هذه المشات الحكاية ديالي معلمي من هذه اللحظة فشدنا مع بعضياتنا الوليد مشاتل عندهم ويعني دازل الأرس ودازلوا واحدة اليامات أرضوا علينا ماشينا عندهم دينا ذلك شيء يقسم الله رحبو بينا ديس الأجواء تعرفنا مع بعضياتنا كان من المقرر أنه لمياء عنده واحدة حاجة خصة تقولها ليا دارهم تيادروا دارنا كيادروا ولمياء قتلي يخصي نقولك هذه الحاجة مهمة مش نشوفوش نتقابل عليها قبل ما نقولي ووفيسيال مو أنا وياك مخطوبين قتلينا عملا مياء أنا كنسمعك قتلي يخصي تكون عارف باللي أنا راجع واحد السيد تقدم لي وتزوجنا أنا وياه وما كاملاش تلت شهور ومن بعد تفرقنا أنا وياه من بعد كتشف بلي السيد عنده واحد المرض نفسي واحد المرض نفسي اللي خيب بزاف حيث ما اللي كان نكون معه يعني في العلاقة الحميمية كيبغي أنه يربطني أنه يدير شي حواج لي صعابين بزاف وفيهم شوية دي العنف يعني في السيد كيغضب بزاف وتشعادة مخدامش ليه وتفرقنا نويا تشعادة علاش أنا بغيت نزيد نتعرف على بغيت نتعرف مزيان عليك نتا والأفكار ديالك وناخد وقتنا عادة باش نكتلنا الصراحة أجبشيني وهذا الفكرة اللي قلت تايز وينا مو يمغي اوفيسيال مون تخطبه باش مونقوش داك اللي عندك بلا نقطع رماما جاية باش نتفادوا هذه المشاكيل لديه كاملة حتى أنا كبرت عليهم قلت لي ما قلت عيبه للناس قلت لنا ماشي مشكلة لأنك أعطبت لي يا رجواج ماشي شي حاجة العيب واطلقته وماشي شي حاجة العيب قلت لنا نتوقل على الله قلت لنا خطبنا ندرنا ذاك شي بيعني بالقوام دياله وهذه الحفلة رسمية تركاب الخوات من ديال الخطوبة ارتلع إلى الأصديقاء ذاك شي في أجواء زوينة وكانت البنت مطقفة ووعية وقارية وعندها مستوى وكانت نتعمل واحد لها إلادات مستوى تعييي وتأنا قلت زع مرة لم أغلقها معا مشكلة في تلك الأفكار متطرفة أنا أعطيكم لا أعرف يرى أنك يا سيدي تخطبنا نوعها تنطلقها وتنسى الخدمات لديهم 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 طموبيل طموبيل ما قلنا نقش ومواضيع نفاتحون وجدوا المستقبل لم تكن أعجب هذا الموقع فيما كانت عندي ولا تتقلب على أن أدري واحد الموقع واحد آخر قلت لها لا شيء مشكلة أنت لغا تجري الدار أنت لغا تقديد الأمور قلت لي أن أريد أن أخدم قلت لها لا شيء مشكلة تخدمي غير هو لا تشكيش لي ما بين الخدمة والدار وكذا أنا أريد أن أردت إذا أريد أن تخدم و تطبق الحرية و تستقلالية إذا لم تكن أتقل نسوا أعجب من مدوء عن عالقة قريبة و المدوء و المشكلة فأنا لست أخبرها حتى أستطيع مدأة و لم أكن تتحدث لها وبما أنها عاجباني وكان بغيها ما بغيتش تاخد علي واحد النظرة حتى أنا باقي ما ما عرفتش وش بالصح سيكون المشكل ولا لا تتسويني وش كتتعاني مشي مشكل وش كتتزدي مشي تجاربت لها أبدا ما عمرني تشاركت الفراش ماشي مرادة بايا ولا شي بانت ولا ما كانت ما كانت عندي القدرة وما كانت عندي الرغبة كتتمركز بزاف على قرايتها ولا المستقبل ديالي لم تتحت لي الفرصة أنني نعيشة تجربة هذه قالت لي يا مزيان قلت لي أنا ما تنشو بصراسي عندي شي مشكلة الحمد لله قادر وفعل وتارك هي بدأت الدخول معي في هذا اللي طي طي بزاف قالت لي يا رمزيان تكون انكتاقها في الجنسية وتكون عارف المرة شنو كتبغي قلت لي أنا عارفه شوف انت وش عارف شنو كتبغي ولا لا دي ايام وجي بي ايام طول هذيك المدة دي العام وحنا مخطوبين معمر العام ربه هي اللي بغت ماشي أنا أما أنا جوجبهم ديك الساعة مكنش مشكلة هي هذي كاسيدي دازة داك العام أم بيكاب ما كانش مشاكل كان جيدنا الضار دارهم يجوا عدنان شو عندهم ما كانش قرام ديال المشكلة أخوتي كنقول لكم أبدا معمر وقع بيناتنا شي صدعنا واحد إنسان متفاهم الواحد درجة ما يمكنش وتانا واحد إنسان متفاهم بزاف جال نهار المعهود هو نهار دي الزواج صيبنا الوريقات ديالنا ضرنا العارس وخبغت العارس يكون فوق الطاقة ديالي ولكين فرت على الرأي وكتلا عميم كاش ندير شي حاجة ما لطاقة تالي به كتلا أنا غندي العارس على قد جهد ديالي ضرناها في القاعة ولكين دك شي ماشي بحل دك شي اللي حضرنا لي في دك العارس اللي كان سباب فاش أننا تلاقينا أنا وياها يا رأي نكسي دي مكين تشي مشكل فاتشي هذا دعس العارس مزيان بشينا اللوطيل مور اللوطيل صافرنا كانت عدنا واحدة سبع أيام هي ما خدمتش ما بغتش خدمة تل آخر لحظة وفريمو ما بغتش خدمة بغتتبقى جاسة في الدار بحكم أنني كتخدام مزيان بصال عارس مزيان ما شافت هي يعني الرغبة أنها تخدم وبغتترتاح مع راسها بقاتي في الدار أنا كمشي الخدمة كنجل أشياء كنلقى موجودة الأمور دي لها ودك المسائد دي لها دارنا كي يأتي عندي كمشي لدارهم يعني ذلك المشاكل اللائلية ما كيناش أبدا تمنى المشاكل دي لنا كتبقى بيناتنا ومكينش طرف تاليت أبدا في النزاعات اللي كيوقعوا بيناتنا بعض المرات كنكونوا مخصمين وكيكون خصنا مشول دارهم ولا دارنا كنكونوا أم بيكابل قدامهم كنكونوا زع مفرحانين وناشطين وسيدي وسألا الله كتبقى زوية سيدات من وأنا تقول لها للا لم يعني بدك الفشخارها ودك تعامو زوين باش موالين تدار كيرتاح واشي شوية أرى أنك سيدي سيدة كتشفت أنني بالصح عندي مشكين بعدما أننا ولينا كان مارسو بزاف المشكلة ديالي هو أنني أنا معتش كيندي نشرح لكم بدون ما ندلكم واحد الإحاءات لابا المشكلة ديالي أنا عندي ماكسيموم دقيقة ماكسيموم دقيقة يعني الجون دي كيكون أهم يعني في قوة الاستعداد كيكون واقف مرتاح مزيان أغا كتفو الدقيقة ماكيبقى ديك الساعة لا جهد باشي السلاح والأوال وكيبقى يعني يعني صافي مشان مشان ماتوا صافي مشان الله يعاون نواعون يعني أنا عندي ديك الدقيقة اللي خصني نبان فيها وعر سينو من بعد كنولينا فقعات نولي ندرشي حركات غير باش هي تستمتاع وأنا ما كانش لاستمتاع أبدا مرة الأولى الثانية الثالثة أراكم عارف أنك تتعامل الأول ما كيبغيش إنسان حرجك كيزيد يعطيك فرصة من بعد اقتنات باللي بالصح أنا عندي مشكلة والمشكلة ديري هو أنني رفضت متقبل هذك المشكلة قلت له ما عندي مشكلة رادي طبيعة دي رجال قلت لي لأنا ركن عارف شوية فالثقافة هذي را ماديش قولي يا رجال ما رجال ما كاداما را عارف قلت له أنا الأهم عندي هو أنت تعيش اللحظة زوينة قلت لي كيغندي نعيش هذه اللحظة زوينة بلابي كنت قلت له أنا ما عنديش مشكلة أنا دقيقها را كافي يعني ما علينا ولا هذي النزاع هذا ولا تكتمتانع على أنها تشارك معي الفراش ولا تكتمتانع بواحدة شكل كلي مرة في سمانة جوج ثلاثة كنت تدبزو كنت تناقشو لا وكيغن ندير أنا وأنا ما كتعجبني لك الطريقة اللي انتي يكتدير معايا وانا كذا وانا كذا كانت تقلقت بشتدوز واحد ثلاثية في دارهم بتاع وترجع بتاع وحدنا قلت له أنا غادي ندير الليف جادي باش أنني نصلح هذه المشكلة هذي اللي عندي قلت لي أول حاجة كنت مشي تشوف شي طبيب نمسي نقدر يكون لكي سترس ولا شيئ مشيت لعن الطبيب ده اللي يتشخيص لحالة دي اللي ما لقى عندي تيشي هاجة اللي زي ما كتداعي الأمر قلية كان نضحك أنك تمشي تشوف طبيب خاص فهذا شيئا مشيت لعن الطبيب خاص قلية فعلا عندك واحد السرعة ديال سرعة كبيرة بزاف ما كتقدرش تتحكم وتال درجة أنه ذاك الحيوانات الملوية ديلي قليلة بزاف يعني قليلة الواحد درجة وتال التستوستيرون عندي النسبة ديالو قليلة شيئاً ما لأنني ما كنت شلي يزغب بزاف رطي طب في الحمد يالي يعني عندي واحد العلامات تدل على أن التستوستيرون نقيش شوية من اللحية ما عنديش تال مصطاش كنتو دوغي زغيبات قلال بزاف وانا مردت البل هاد لدي طاي هادو وانا ما كانت نحملش المصطاش والليحية وذك شيء ما كان نحملهوش ايها ديك يعني هو شرح ليها قليلة يرى هالاش عندك هاتفاصيل ديرين هكا وهاتفاصيل ديرين هكا ما لينه قلت ليه واش كينشي علاج قليل يرغسك تبع واحد الحيصص ديال دخول العصال ديال الحديد تاكل بروتين تخدم سكوات الفخاض يعني هاتف الفخاض ومالكين يدك تحمل ديال تقول وليك يساعد ان التستوستيرون يزيد قلت العصال مكاملة جوسي مانس ما قدرتش نوافق مابين العصال والخدماء كان خرج مدق دق رجلي كدروني دريري تماتي قوي تنمره عليها ما قدرتش نكمل ذلك شيء رجعت لعند المادام كتلع فوالا نرى ما قدرتش نديرش حاجة مثل العصال وانا وياكرا ما بينتنا شغيرة العلاقه هذه وارخص نشوفه كيدا قلت ليه ودبا الولاد كي سنديرو لهم هذا بنت عندك مشكل في الحيوانة المانوية ديالك ميغان بغانوالده كي سنديرو كي سنديرو دابعي شرح لي انتا كي سنديرو كتلع محللها مدبرو احاكم صافي ما عمقوشا دابعنا نتعلقنا بطلقا ديالك نديرو لانجكسيون ونشوفه شنو غد نديرو ما لنا سارت الايام اخوتي بقاتت مسايسة معايا كل مرة كتقولي هنت اجربت الدوار هلقيتو في الانترنت هنت شوفه هدي كنا كنزربو الادوية وروينا ما ما كينوالو ما كينوالو المشكل الابعد من ان دوا بسيط غادي يحلك هاد المشكل هادا واحد نهار اخوتي واحد نهار كبير بزاف هادا كالنهار كانوا غيجيو عندي دارنا وكان من المقرر ان دارنا غادي ندوز عندهم انا ندوز عند الواليد كان عين شي شوية ومقادر شي سوء وقال يدوز عند انت ودينها معك كان من المقرر انني اخسني ندوز عندهم ونضيهم الادوار عندي كانوا بغاني يفتروا معايا يعني يديروا معي كسكروت ويقلسوا معايا ويقلسوا معايا كانت هناك عرض عليهم وعطيت المادام يعني غدا تصيب الجاج وتصيب الوالي تصيب لهم احد العشيوه واحد لصالات وروينا وكذا وكذا يعني الكتلار غايجيو عندي موانين الدار نار فلان فلاني انا عاية الموانين الدار بكيري كنت نورمال ما ندوز عندهم مليان خرجنا مع ثلاثة من الخدمة ربعا غا نكون وصلت لهم ونجيبهم عاية الموانين الدار اناي قلت لهم شوفوا را ما غا نقدر شون را ما غا نقدر نتعطل بلا ما تقاطع تسنوني صيروا للدار وقلسوا وارتاحوا مع رأسكم تندوز عندكم اناي يعني تنجي انا را غا نقدر نتعطل نخرج شرل الخمسة كانت نوع من الاجتماع ونتعطل وجلت لها لغفلة وكنت تعطل كنتت لهم اعتقدت لهم اعتقدت لهم اعتقدت لهم ما نخرج مع تلاتة والاربعات والاربعة والاربعة مواما ماكسيموم خمسة قالي الوليد صافي ان انا ستسننك تصافيته وكانت تخرج وبعدنا قادم لا يتم أذكر من العسرات الثقائية وبدأت صيني لي التالي فون قلت لي الوالدة صفي انا والوالدة سأعلمت بها قلت لها انا صوني تعلم هادم لم تتجاوب تنصوني لها مكتجاوب قلت لها وقت لها خرجت السيبر مارشيت ولمشأت المارشيت تقدم ما تقلت لها قلت لهم صافيها سيسيرور انا علمتها تنسيح إليها في الوقت أن يكون كل مرة خارج وأن كل مرة خارج يدار فيها راسمونسابة تفعيل يلك التليفون المقرر هو أن الوالد والوالدة ترى انهم في الطريق فإن يدار عند المدامي أنا لا تستطيع أن يدار فيها راسمونسابة في وأن يشغل تليفون كل مرة خارج كل مرة خارج تكون سترك معنا مزال إذن هذه الألات، ذات الوالدة وامرات ومثال ثم أخبقي وتققق وتققق، تعقق تعقق يصوني وعليا التليفون طفي تسألت هذيك الـ 25 ميونت اللي ولادي الرئيوني وخرجت شلت التليفون تلقى الوالي دام صونيلي بزاعة المرات صونيتي عليها قلت لي احنا ربقين قاسين حدا الباب رامحلت لينا رامت صباحنا كنتقوه محلت لينا بقيت كنصوني علي المادام تنصوني علي المادام تنصوني علي المادام ووالو تقول واش بغت تجاوه قلت لو ما يخليكم تماما رامقال يوالو نخرج انا رغانجي دابا شوية حلت ليهم حلت ليهم المادام جاوبتني انا في تليفون قلت لي ركنت ناسا قلت لي كيف كنت ناسا واشتين شي ملوجيك فاتش هذا رأينا قلت لك رغي يجي وموني الضارة نورمال موخص قلت لي اللارة تقديت كل شي وجيت عيانا وقلت غنت كواحد خمسة دقيقة استقديتني عيني ولي لا فضيحة ولي لا شوها ولي كادا 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 راحبات بالوالد والوالدة دخلاتهم من الصالة والوالدة يعني دبا انا الصالة عندي سكمتم تكونوا فيها من واحد البلان الصالة عند شكل دار ديالي ما يدخل مع الباب اللي من ديال كتلقى الصوارات وكتلقى الصالة يعني اللي قال اسماء غادي يشوف بوضوح شكون غادي وشكون جاي في الكوروار اللي قدامه هي عديك دخلات حطت لهم برد ديالاتي الوالدة سمعت الشيك المادام ديالي كتوشوش في الكوزينة سمعتها كتوشوش في الكوزينة سمعت ذك الصوت و دا رأسها في حال ما ينواله لا تح todah السيادي جاءت المادام قد كتدد لهم كتحط لهم وكتحدة وروينه انات لهم عندي البلومبي في الكوزينة كم واحد روبينيدي اللي مكينة تصابون حماقني وبقات يقتر لي اتماع وكتوشوشو في تجد كيف شوية داتك عينك شوية البلومبي في الكوزينة شوية البلومبي غير معك في الدار يعني السيدة ملقا تتخريجها وكذبتها الكذبة اللي واضحة بزاف وما غاديش تقدر تدوزها على الوالدة ديالي الوالدة ديالي شدت القالم ديالها فهمتي ودك السيد يعني اعطاعته واحد الشقارة ودير بحصصك وهذا كلامونيت في الديه ودير كاسكي اعطاها وخرج قلهم السلام عليكم وخرج معنا الوالدة درت بحل ما كينوالو شدت التليفون صفتت لي ميساج قلت لي ميجيا وديرا بي تنظر معك قلت له اخرى قلت وقيل لارا السيدة لم أعجبهم ماذا الحال مع خلتهم كيتسنة وقالسين في الدروج وروينا انا اتشي اللي عند بالي انا جيت الانا القيتم حطا لهم اتاك كيتسنة واني غير نجي انا اسلمت علي الوالدة من اللي اسلمت عليها جرتني من ايدي وقلت لي اسحديا اقل اسحديا قلت له مادم سيري احطرية ما نتغدى انا كنتك سابقا ما تغديتش قلت لي اصبر كل شوية تفقيق ساس مع عرص قلت بيضمن نحطه العشاف مرة واحدة قلت له اواخا قلت له اواخا يبقى على الاعقل لو كينشي مسمان والشهاجة طيب يليش حاجة نضغج بها بيضمن يجي بيضمن يجي العشاف قلت لي اواخا مشاتي الوالدة قلت لي ايدي شوف انا اباك غدي نمشيو بلا ما تزيد معي الكلمة لاجوج خليك انتا قلس هنا وقلس معاشي شوية والحق علينا للدار ضروري تلحق علينا للدار دابا قلت له بس قلت لي ما غانا اضرش معك هنا دير اتشي اللي كنقول لك قلت له انا ضرراتني فراسي الوالد قلت ليك ما قلقاتكم قلت له هرا كانت نعسى قلت لي هاش من نعسى ولدي تجين دي للدار صافي انا ضرراتني فراسي قلت لي عندك تقدر ولا تتكلم نعضت الوالدة اززت الوالد شدته من ايدي قلت لي يزيد ما كان مسكين عيان شوية قلت لي يزيد قدامي ما ابغتش تسلم عليها قلت له خلتي مالكي يكلابس وليك ما تقلق طويك ما ديرك انت نعسى وسمحوا لي ايا وانا قلت لي يكلابس الوالدة قلت لي اسكت صافي اسكت رادرت معك خرجت الوالدة مشت قلت لي ما توصلني ما نوصل وحسن لي عليك للسعادة الله ارحمنا كل والدين انا جريت المالة قلت لي اشتريتهم ولم تريدهم أتيك وقلت لقيم انت 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 وقت احصل وانا كنت لم تفهمت على كيف تقلقوا وانا ارغبتني ايدي وانا اسكت بطلبين فإنس قلت لي ما اسكت بطلبين انا اسكت كيف مال بطلبين قلت لي ان احضر ايدي اصدر ايدي من السوق اضطر اكثر من الوالدين شخص لك اصل روبينيك اقترا سأجعلني ما نجعل. و أرغب أن يطفق ذلك. و لوانة ما كانهما أغضر و فرشت على ذلك و روينة و قلت سألسساً لياها والسيدة و هو مننا بعمارة دينا و أنا عرفت كلماذا هل تطلقوا؟ و كلم روينة عادي والذيك أردت لي صنعوا حسنا فهمت لي أن أريده و أرغبه و لنشاهد الوالد ألا تطلق إنه خرجته لا عاشي من الحال قلت له قلسينا بأمردي بعدما أن أكون لأروبهم كانت الوالدة وصلت تلك الساعة. تبعتهم ايه هذي كاسيدي دخلت قلت لي الوالدة تشوف ولدي. احنا فجينا عينا ما ندقو. دقينا دقينا صوني تينتا قلت لك راه كانت ناسا. وكيفش هي ناسا وستداليا مع البلومبي. فاش دخلنا احنا. دخلنا وما بنتش على حالة الناس. قلصنا وسمعتك اتوش وش في الكوزينة لكان عند البلومبي. ستقدر معه لماذا تقلط حال coEN اتوش وش في عوض انا اتعلم ان ا regionallyHello. لقد احنا المرتي عارفة ولم سرايا لعجبه بحلقة. قبلت الوالدة. قبلتها ولم كنت اصليح لكم. قبلتها لحد يمكن ان اشمي. وفي مرتي اتوش من الاجباء بحلقة من البلومبي. انا كنت اعرفه. ممكن ان اتوش من الوالدة والمرة اعجبتها لحدية. لا يمكن ان اسمحي لي. زيت قلوعي بدأت عند الوالدة بالحميدة الاخر. رجعت لها عند الوالدة عند المادام يربي اسمه ريا رجعت لها عند المادام قلت لها الوالدة راشكت وقال البلومبي قلت لها ويلي لخالتي ويلي لخالتي تلت درجة هذي انت هجي تشوف را الروبينيرا وصايبورا كده انت رجب البياسة جديدة قلت لها مسكينة وقالت جاب لي الله وخيفة عليها وتصحابها ويرا معرفة شنوعية العلاقة لبيناتنا بكم حميدة حميدة برو ماكس هي هذيك سيدي دس واحد تقريبا ما كاملاش واحد ما نقول لكم ما نقول لكم شهر ما نقول لكم 28 يوم تقريبا بحلاكك لما نصدقت حاملة مفرحنا بي خير طرقون كير يا بدي الله والدي المرحة حاملة روينا كعدا واحد الفرحة ما بعدها فرحة وكتلع غي انتي كتمضي يعني وانا روخان دي مشكلة الحيوانة المنوية وحنا كان خصنا غي واحد اللي وصل البويدة دي لك وانتي وفرحنا الوالدة ما فرحتش والوالدة بقيت مخاصم معها وازل يا شوكتها من ذاك الوقت اللي كدبتها وتي اغتمرتي ها وجات قاتل يا شوفها والدي الكبداء قاتحس والله ذاك الولد ما والدك قاتل ما زلتنا قاتل لها لا ما يمكن شكادة بقى تضغط علي الوالدة قاتل يا والله ذاك الولد ما والدك انا نحلف لك عليها سيرا والدي يجري على رسك ودير التحاليل ودير جري على رسك والدي يجري بغيتين يردع عليك وبغيتين انت صالح ماك سير جري على رسك بشي تدر التحاليل فعلا انا عارف بلي عندي الحيوانة المنوية قليلة وقيت لهم عافاكم شوفوا لي وش انا عندي شي يعني وش عندي فرصة انني نولاد ولا انني انني مرتي تحمل مني وعشانا كذا يعني من اللي يدروا ذلك التحاليل يوتوب تبتو انني ما نقدرش نولد تصانط معي ما نقدرش نولد ارجعت لعندها ضيت لها التحاليل قتلها انت رتاقت يرى ما يمكنش انتكت تيقفت شي هذا ويمكن ذاك المرة لان اسنانه بياك يعني جبلات تيسير وانت واش مكنت تيقش في القدرة الاليهية واش كتيقتي العلم وكتبتي الله واش كذا ويعني يعني انسانة متقفة ووعية وقامة يعني انا شيء حالك لا يستطيعون عليها تحاليل في اللابورات ويذهب اخرى النفس النتيجة تحاليل اذا كانت لدي لست تحاليل اذا كانت لدي شيء لتحاليل اذا كانت لدي شيء ويجب ان تضبط لي اجبتهم عنها اثناء وثلاثة وتعافقين علي و اعليك لا اجل من الاخير اقول لي اشترك كيف يمكن ذلك السيدة اهلا تحنتيني في شرفي وطعنتيني في كاداو والطريق الي ستسلك فيها اطلبها وقالت لي وقال لي اطلبك ايضا وقالت لي في شرا فيه جبه اطلب الزهاج وقال لي كيف تسحبك بنتي بنتي اطلبك ايضا فقالت لي اسمعها اطلبك ايضا اصدد الله يلعون نوعي اطلبك ايضا انا جريت على راسي وقالت لي اذا كان لديك الصح اطلبك التحاليل وتشبك القادية من جئتي ومن جئتها. انا كنت اجري في المحاكم و هي تجري باقي يجري لها في المحاكم. انا دعوا لي طعن في الشراف و سب القادف و الاتهام بالخيانة و روينة و انا قلت لهم كانت تاهمة بالخيانة و كانت طالب وكي للمالك يعطيني ايضا لكي ندير تحليل لذلك الولد. قلت لك الله رخص الولدي تزاد. قلت لهم فين عندكم ادلعين ماذا؟ الولد انا فكر شمون قدروا نعرف لذلك الولد. قلت لك الله رخص يدير تلت شهر. قلت لك انت سنف تلت شهر قلت في ضربها. انا في ضاري. ما عندي مشكلة. ما علينا دارهم كل مرة يهددوني. الله توقعش عجل بنتنا. الله تشوى بنتنا تنفعلو لكم. الله تنفعلو لكم. انا كتجيني استيدها. شنو كتقول في هذا الشيء. قلت لهم نرى متابعها. قلت لك هذه التلت شهر ده الصغير في شدليا نقطع لك. والولد كتقول لي يشوف وراب ربي هذا الولد ما ولدك. انا نحلف لك عليها. جاءت هذه التلت شهر قفل لديك شي لي فكرشا قفل تلت شهر. واللينا بإمكاننا اننا نديرو لديين لديك الولد نعرفه هو ولد من. خرجتنا الموافقة من الواكين اللي ماليك. قدرنا تحليل هذا الولد ماشي ولدي. الولد ماشي ولدي. انا أنا. قالت لهم الكثير في مهله. قدر لهم انا كان لطالبهم انا بنشكر في احد السيدinen لعودته بنavored م Sw próximo و مالذي. عودtin لهم الواقعة ولده. وجاءو لهreten السيد وداروا تحريط turns eo طهزوه بحرود. لقد قمت بإمكانهم عينة من أجل أن ترى ما هو بوضع الولد قال لهم الله و أنا سيدة جاءت لغير روبيني و لم أعطيكم أيضا قال لهم الله سأخذك سأعطينا هذه القادية التي تخذك ومشيئة من الناس الذين جاءوا عندها الضار وراموهم سأخذك إذا أنت لم تفعله سأعطينا عينة دينك لك لكي نرى هذه القادية سأعطيهم أبليجة وأنهم سأعطيهم العينة دينك لصدق الولد ولده قالوا أنها سأخذك فضل القادية وقالت تخصي المحكمة التي ستبت فضل القادية سأخذهم لدينا التعمل بالخيانة والخيانة الزوجية وقال لهم أرى ما سأخذك سأخذك تبوت الناس لذلك السيدة سأخذها و سأتابعها لأنها دخلت عليها رجل الدار ومارسات معها الفاهيشة وهملا منه وانا عام التحالي لي أنني لا أستطيع أن أولد قلت لهم قلت لهم قلت لهم لا أدخلت بنتي للحبس ونعطيك الفلوش قلت لهم لا يمكنك أن أخذها وقلت لهم وقلت لهم وقلت لهم وقلت لهم وقلت لهم وقلت لهم حيث يتجب ذلك لهم لقد قلت لهم أنه لا أستطيع ان تحسين هذا الأول و لا تستطيع أن تحسينه و لكنه ما هو قلت لك ما هو أبوه و قلت لك أن أتبعه بالخيانات الزوجية و هو يدبر رأسه مع فاساد و لا يدبر رأسه كما يوتيبت أن هذا السيد هو أبوه و هذه التحليلة التي قد أطلعت بأن أبوه الولد تابعوهم بالخيانات الزوجية و بالفساد و علاقة خارج إطار الزواج و النتيجة عندها الولد و الأخرى تتابعوه بشأنه خصي أعترف بذلك الولد و خليتها في حريرتها و بها أيام يطلب بعيام يرغب تالآخر لحدك تنخدم مع راسيدكي قال لي تعطيني قد و قد و تنزل لي على بنتي قال لي مرحبا و قرأ لي و خاف لو كانت تخسر أخرى مبلغة تتفقنا عليه أنا و إياه تنزلت لي على الدعوة لأنها خانتني و دكشين تنزلت و قال حق المدني و قد قاتلوا مع حق المدني حق المدني طالبهم لأن الأخرى يعترف بالولد و أنا متنزل على الحقوق كاملة و ضب الرأسه و طلقتها بدون حقوق طلقتها و كتبت على براتها و كتل الله عاونها و عاونك و هذا يرى مقاتل مع هذا البلومبي و قد أعطي التضبع و ترون فيه البلومبي بدأت يقول لي لماذا تدرت شئ كيف حصلت شئ كيف حصلت على هذا و كنت أقلت له أني نرى من الممكن أن نتعلم على المزل من الممكن أن نجد الذهاب حقيقة أن هذه هي الأشياء التي نتعلم و هذا يعني أنا بقيف في هذا العمارة و جاءوا خبار و أحضروا الناس العمارة كاملين جاءوا خبار لدك السيد قد يأتي عن ذلك الروينا السنة بدأت يأتي عن ذلك قال لي رفيت لي طراء ذلك المشكل وشفنا السيد دخل سوقراسون على الشيطان رفيت دخل على واحد المرأ يصيب الروبيني وصدق دائر مع الكاريتا وذلك المرأ كانت مطلقة وجارج لها يعني بغش بش يدي الولاد ورقى الراجل عنده وحصلها وقال لي عندها الزلق كانت مطلق منها ورفعها وحيد لي تسبب واحد مشكلة لواحد السيد ودخلت هنا أربع سنين بعد موقع المشكلة مع عمرتك قلنا السيد دخل سوقراسون والله يدخل سوقراسون وقلنا نرى السيد دخل نخدمه سأصدق دائرنا الكاريتا ترى السيدارة عائلة كلاس ووعيين وقاريين ومثقفين ما هذا الكاريتا تصدق الولد ماشي ولدي وتعود لي أخي أعطريك أعطيهم الخبار أعطيهم 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 باليوم ما يترك لم يسوق أصلا لذلك المشكلة الوالدة كان عندها الصح وحسنت بشيء ماشي إياديك وقالتها لي وأنت أنا كذبت الوالدة وما تصرحت مع غير بمشي قتل أنفس وقالت لي ها أنت ها أنت أولتي وش أنا كان عندي الصح ولا ما كانش عندي قلت لها كان عندك الصحة الوالدة أنا اللي ما تيقتكش أنا اللي ما درتش بريك وأنا اللي تقتل في المرة حيث كتكن بغيها وكنت داير في الوعي ديلي أنا إنسانا متقفى وقاريها ووعيها وما تقدرش تأذيني شي حاجة بحلاقة غمطت عيني يالا بالزبط الأمور ولكن تانا الوالدة أنا كذبت عليها وتانا ما قلت لها النار الأول عندي مشكلة قدو قداش في الفراش وخبيت عليها القادية وعيات فيها دير دير تحاليل صحي بصير لعن الطبيب وانا كنت نقول لها لا ما عندي شي مشكلة شنو بغيتي كتر من هذا وما كنت ندير بريها الوالدة وممكن هي أنها كانت بغى الأولاد وخافت لأنها تحرم الأمومة قالت الله وما فعلت البلوم بي وراجلها ما غا يدي ما غا يجيب ولكن هنت كتشوفي النتيجة الوالدة ايو أخوتي كنقول لكم بالليتانة عندي دفت شهادة اللي ترى ولكن ما كانش خسو يطرى بطريقة هذه ممكن هي ما بغتش تضيع الحياة المادية معايا وبغت الأمومة مع شراج الاخر ممكن كان بزاف دي الاحتمالات كانت تديق ستي وكان شكركم بزاف على الاستماع موسيقى 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 موسيقى